بسم الله الرحمن الرحيم أهلاً وسهلاً بكم أعزائي طلاب وطالبات الصف الأول الثانوي مع أول حلقات المراجعة النهائية قبل الامتحان وهنبدأها بمراجعة إننا عز الطالب عزات الطالبة أولاً عليك أن تجهز نفسك جيدة كل طالب يجهز معك ده وراء وألم ويسجل معنا الحلقة النهاردة يعني فيها أسئلة مهمة جداً هنبدأ نتابع فيها مع بعض كيفية التعامل مع سؤال النحو سؤال النحو ده يا شباب سؤال مضمون معاك بنسبة 100% وانت داخل الامتحان النهاردة هنتكلم عن كل جزء إن شاء الله وكل فكرة من أفكار الامتحان إن شاء الله نقدر النهاردة نجيب ونحصل على الدرجة إنهائية في الامتحان هنبدأ بالسؤال الأول أول حاجة هعملها قرأ السؤال قراءة جيدة جداً وركز في صياغة السؤال السؤال بيقول حدي جملة صحيحة تؤدي معنى الجملة الآتية رجاء إدراك أفراد المجتمع خطورة الزيادة السكانية بيقول لي إيه في الأول يا شباب بيقول لي رجاء يعني عاوز فعلي من أفعال الرجاء طيب نفكر كده مع بعض إحنا كنا بناخد أفعال المقاربة والرجاء والشروع أفعال الرجاء إيه هيجي في ذهنه على طول الطلب هيقول لي عسى وحارى وخلولق يبقى أنا عندي ثلاث أفعال من أفعال الرجاء يبقى أنا هبحث عن إيه هبحث عن عسى وحارى وخلولق يبقى هحزف أو شكا وشرع طيب الشرط الأولاني نحققك طيب الشرط الثاني الشرط الثاني الطلب بأسرع بيقول لي أنا لو هبحث عن فعل من أفعال الرجاء لابد أن يكون الفعل لكي يكون ناقصا ناسخا أن يكون الخبر جملة فعلية فعلها مضارع فين الجملة الفعلية الفعلها مضارع ننظر إلى البديل الأول عسى أفراد المجتمع إدراق خطورة الزادة السكانية أنا عندي عسى وعندي أفراد المجتمع اسمه ظهر قدامي بس عندي كلمة إدراك آه ده إدراك ده اسمه ليست بفعل أحسنتم كله بيجاوب معايا بيقول لي هنا الاختيار الأول يا أستاذ هيكون خطأ طيب نبسوا الاختيار الأخير حارة أفراد المجتمع أن يدركوا حارة وعندي اسم ظهر وأن يدركوا أن أداة نصب الفعل المضارع بيب عندي فعل مضارع منصوب منصوب بإيه بحازف النون الله لأنك كده عندي الشروط موجودة عندي وكاملة أول حاجة عندي حارة أثنين عندي اسمها اسم ظهر عندي أن عندي فعل مضارع يبقى خبرها الجملة فعليها فعليها إيه مضارع يبقى الاختيار الصحيح هتقول لي هو الاختيار رقم دالي يبقى أنا عرفت وتعلمت كيفية إيجابة السؤال الإجابة أن أنا بقرأ الأول السؤال الرأس السؤال وبعد كده أبدأ أتعامل مع المطلوب وأبدأ أناقش نفسي طيب السؤال التالي مهم جدا أن السؤال ده ميز الإجابة الصحيحة من بين البداء نوع الفعل أو شكة في الجملتين من حيث النقصان والتمام تركز مع بعض قبل منظر إلى البداء البقرة السؤال كويس يقول لي إيه؟ أو شكة طلاب أن يتفوقوا وأو شكة أن يتفوق الطلاب طيب الجملتين قريبين من بعض والدرسناهم قبل كده الطالب الأول هيقول لي يا أستاذ أو شكة هشوف هي شروطها موجودة ولا الشرط الأولاني الاسم معاه ده اللي عليه الدليل سواء كان اسم ظهر نركز ونكتب الجملة دي مهمة جدا اسم ظهر أو مضمر بس ده اللي عليه الدليل يعني أنا عارف أو شكة الطلاب أن يتفوقوا من اللي أو شكة هتقول لي ده الطلاب طيب أو شكة معها أن وفعلها فعل مضارة يبقى دي ناقص الشروط كاملة معي طيب أو شكة أن يتفوقوا الطلاب طيب فين أو شكة عندي أو شكة طيب أن يتفوقوا الطلاب دي مصدر ما أول أن والفعل مضارة طيب هو حديد لي هنا اسم أو شكة طالب يقول لي ما فيه موجود الطلاب أقول لك يا حبيبي الطلاب ديت خاصة بالفعل يتفوق هو من اللي بيتفوق هتقول لي الطلاب يبقى أن يتفوقوا الطلاب الجملة كده التركيب سليم ماشي مع بعض اهو ما تركيش معايا وتقول لي وانت هتقدر تقول لي انا احول انا ممكن اقول او شكا ان يتفوق الطلاب يا مصطف لأ حضرتك انت بتقول او شكا ان يتفوق الطلاب يبقى الطلاب هنا هتقول لي مرتبطة بالفعل يتفوق اه يبقى التركيب كده ماشي سليم وده اسمه مصدر مقاوم يبقى هنا ما دلش بدليل على اسم او شكا يبقى هنا هنقول الفعل الاول تمام احسنت يا احمد هيقول لي الفعل الاول هنا ناقص معنا كلامك يا استاذ ان الفعل الاول ناقص لان اسم او شكا دل عليه بدليل او معروف ومحدد الفعل التاني لم يحدد اه ده الفعل التاني ما تحددش يبقى هتقول لي الاول ناقص والتاني تاني يبقى لازم ان شرطة اساسي ان انا ممشي حسب الشروط الشرط الاولاني بيقول لي فعل مضارع والخبر موجود ولازم ان يكون اسم او شكا محدد معروف او باين عندي طيب فقده الشرط يبقى خلاص يبقى الفعل فعل ايه فعل تام طيب السؤال التالي حدد ما تحت خط في الجملتين واعرب نوع المشتق يعني واعرب معموليهما على الترتيب يبقى نوع ما تحت خط احدده الاول المشتق العالم مهيبة او العالم مهيبة مكانته العالم مهيبة مكانته والجندي مهاب شجاعته هبدأ اتعامل ازاي مع السؤال ده قبل منظر البداء بعض الطلاب وللأسف الشديد لما يشوف كلمة مهيب يقول ده صغة مبالغة على وزن فعيل حبيبي عزيز الطالب ركز معايا لو سمحت مهيب ركز كده معايا احنا قلنا اسم المفعول هو اسمه مشتق من الفعل المبني للمجهول طيب مهيب احنا قلنا مصيمة يصومه مصوم بجيب المدارة طيب هيبه يهيبه مهيب ومعيب ومدين ومدليع كل هذه الالفظ اسم مفعول على وزن مفع طيب مهيب طب ما في عندي مهيب يا استاذ اه ده مهيب ده من فعل غير سلاسي يعني نهيب من فعل سلاسي مهيب من فعل غير سلاسي الطالب يقول لي اول منظر الى كلمة مهيب مهاب هيقول لي آه ده مهاب ده من فعل غير سلاسي آه من فعل غير سلاسي يا حبيبي طيب يبقى إذن ده اسم مفعول وده اسم مفعول طيب الأول اسم مفعول انت قلت لي الأول اسم مفعول هل هو عامل ولا غير عامل آه ده نكر يبقى دل على الحال والاستقبال أولا ما فيش لفظ فعل هنا عندي ايه لا توجد أي لفظة تدل على الماضي اتنين سبقة بمبتدأ يعني اعتمد على مبتدأ وكذلك كنا اعتمد على مبتدأ يبقى أول حاجة اتفاتنا وده اسم مفعول طيب اللي بعد اسم المفعول لو كان عامل أحسنتم جميعا كله بيقول لي نائب فعل يبقى هنا الاختيار هيكون رقم دل اسم مفعول عامل وبعد كده عندي نائب فعل تمام جميل جدا عزيزي الطالب السؤال الرابع هل ما تقولوا فهم كلام ده اي استفسار هنا يا شباب السؤال اللي بعده بيقول لي حدد اعراب ما تحته خط من بين البدال على الترتيب في الجمل التالية جميل جدا بدأ الولد اللعب ويبدأ الولد يلعب يلا بنا بعض كده بسرعة ها كله بيكلم معايا بيجاوب فكر بسرعة احنا قلنا بدأ من افعال الشروع بدأ او اخذ او شرع او انفأ انشأ او طفقة وهبه وجعله طيب افعال الشروع شروطه ايه اول حاجة لابد ان يكون خبرها خبر جملة فعلية فعلان ضاهرة يبقى لازم ان ندور على فعل مضاهرة تاني شرطة عندي في افعال الشروع لازما وشرطا ولابد ومهمي جدا انها تقولي ان بدأ دي لابد ان تأتي بسرعة الماضي يبقى انا عندي شرطين هنا شرطين في بدأ افعال الشروع تأتي بسرعة الماضي اتنين لابد ان يكون فعلها فعل مضارع مجرد من ان طيب عندي نبدأ ان نطبق الشروط بدأ قبل ما بص البداية الخالص وعند الولد ده اسم اللي بدأ اهو طب عند اللعب ده اللعب ده اسمه ليست بفعل يبقى اذا بدأ فعل تام يعني ايه فعل تام هعاربه ببساطة جدا فعل ماضي ما بنى على الفتح والولد فاعل واللعب مفعول به يبقى ده فعل تام طب عند الجملة التانية ما في عندي يلعب فعله مضارع جميل جدا الطالب ينخدع يقولك اه ده في يلعب ويلعب عندي دي جملة فعلية لكن عزيزي الطالب حبيبي ركز ركز جدا لابد ان يكون افعال الشروع فعلها فعل ماضي الفعل الماضي اهم حاجة عندي يبقى انا ما تصرعش هتقولي الاول كده ده الاولى كده طبع التامة والتانية تامة يعني الاعراب يا استاذ هتقولي الاعراب الاولى فاعل احسنت يا شيماء والتانية فاعل جميل جدا يا مايكل يبقى انا عندي مايكل بيقولي طبعا شكرا يا سامح شكرا يا عبيبي هيقولي الاول فاعل والتاني فاعل لان كلاهما تامان يبقى انا عندي قبل منظر البدائل لذلك بقولك عزيزي الطالب النحو درقته مضنونة درقته معاك هي خطوات انا بنفسها داخل والتكافية التعامل مع السؤال انا خطوات بسيطة جدا واحدة واحدة ما تصرعش ممنوع التصرع انا قبل منظر البدائل الطلبة بتبص للبدائل وديعودي يقولك لا اختار دي وما اختارش دي لا انا مش عايزك تبص للبدائل خالص طلبة اللي معنا اللي متابعين على المنصة من اول السنة ما شاء الله انا بشكركم جدا شكرا جزيلا جدا على المتابعة والتفاعل الموجود معنا طول السنة وبقول لحضرك الطالب اللي بجاي لسه معايا اول مرة طالب اللي بيشارك بقول له حبيبي ركز في الاسئلة اللي احنا بنعرضها عليه الاسئلة دي خاصة بنواتك التعالي خاصة بعملية الفهم انا مش عايزك تبص للبدائل لا ده انا عايزك تعمل ايه انا عايزك انت لتجاوب بعد كده تبص للبدائل طيب السؤال الخامس السؤال ده مهمي جدا 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 وقبل ما جاوب عايزك تركز معايا لان احنا عندنا هنا بنتكلم على فكر احنا فيه بعض طلب تحفظ للأسف انا مش عايزك تحفظ خالص السؤال بيقول اظلوم المسؤول نفسه ميز من بين البدائل الاجابة الصحيحة مما تحتها خط يعني عايز يقول لي هل الظلوم ومسؤول كلا هما مش طاق واحد يقول لي ظلوم على وزن فعول صغيرة مبالغ جميل ومسؤول يا أستاذ على وزن مفعول يبقى ده اس مفعول جميل جدا طيب احنا درسنا وكنا بنقول اذا كان المشتق نكرة لابد ان يدل على الحال والاستقبال ويسبق به اول حاجة يكون منوث يدل على الحال والاستقبال يسبق بنفي استفهام نداء او يكون خبر او منعتق حال نيجي لكلمة ظلوم بقى ونطبق انا مش هبص البدائل بقى وعادة اقول الاول عامل والتاني غير عامل في بعض طلبة تبعتلي الاجابات كلها ما شاء الله قبل ما نقول الاجابة واجاباتكم كلها صحيحة يا شباب هنقولي ازاي جات الاجابة ظلوم على وزن فعول طيب سبقت باستفهام انا ايه اللي عرفنا فيها زي الاستفهام هي هل فهم زي الاستفهام وعند الاداة طيب ظلوم يبقى ده عاملة سبقى باستفهام هو نكر طيب كلمة المسؤول الطلب حافظ يقول كلمة المسؤول اي مشتق فيه الف لام اقترم الف لام يعتبر عامل جميل جدا بس اجابتك نقص نقصة ايه قال لا يدل على الذات يعني يدل على الذات احنا خدنا في اسم الفعل الطالب يذاكر واحد قال لي ده الطالب ديه اسم يدل على ذات الطالب طيب الطالب او القاضي او العامل طيب ما الطالب ده او وظيفة او مهنة طيب ما الطالب ده اسم يدل على الذات طيب لو اسم يدل على الذات الحالة ديه يقول غير عامل تاني الحالة ديه يقول ايه المسال ده مهم جدا لان مش عايزك تقوم حافظ تقول لي ده اي اسم مشتق في الف لام هيكون اسم مشتق عامل اقول لك لا خطأ هنا اجابة ما اصل اجابة ما اصل ايه لان المشتق لابد ان يكون في ف لام بس شرط لا يدل على ذات هتقول لي ظلوم اسم فعل عامل صغة مبالغة هعمل طب المسؤول اسم مفعول غير عامل الاجابة عندي كل اللي جاوب عندي في الاجابة رقم الف انا بحيوم جدا واللي جاوب اجابة رقم جيم وجاوب اجابة خطأ اقول له ركز معايا تاني لانه بيقولك حدد من بين البداء مش هاعرب هنا مش قصده يعرف طالب اكتب بتقولي كله هما فاعل اول غير عامل كله هما فاعل وكلام اسم بدأ وكلام ده طبعا البداء ده خطأ انا عايز اجابة صحيح حدد نوع ما في الجملة الاتية ما زالة تنظيم الاسرة وتحديد الناس لمطلبين نروري قلنا ما زالة هتكون ما نافية مصدرية هتقولي ديت هتكون هي الاجابة ميز ما يلي اسم الناسخ وخبره على الترتيب اصبحت لنا عند كل موقف عزة وكرامة يعرفها العالم طيب عايزك تحدد اسم اصبحت وخبر اصبحت فين اسم اصبحت وخبر اصبحت الاول اصبح ناقصة ولا تما تقولي ناقصة لانها تدخل على الجملة الاسمية يعني في عندي موطلة وخبر طيب لو جدت شوفه جملة لنا ووجدت عندي اسم ناكرة يبقى في عمليه تقديم وتأخير خدناها في النص السماء وقال فليس الى حسن الثانية ايه سبيله بيقولنا ان في عمليه تقديم وتأخير والتقديم والتأخير هنا وجوبا طيب اصبحت لنا عند كل موقف عزة للطلبة الجمال جدا هيقولولي كلمة عزة هنا هتكون جميل جدا يا شباب هتكون اسم اصبح اسم ايه اصبح طيب ساعتها هنقول ايه يا شباب ساعتها هنقول ان في تقديم وتأخير الطلبة اللي بتجاوب عزة ولنا هو قال لي عايز الاسم والخبر حدد الاسم في طلبة يقول لك لنا عزة ما هنا فيه بس هو قال لك عايز الاسم الاول يا جماعة هو عايز الاسم الاول طيب الاسم هنا هيكون كلمة عزة والخبر لنا السؤال السابع ومهومي جدا وهو سؤال فهم عميق شوي سؤال صعب عايزين فيه تركيز يا شباب مع بعض سؤال بيقول حدد موقع العربي اللي بتاعته قط على الترتيب يقول لي المؤمن محمود خلق اركز في كلمة محمود وقال للمؤمن محمود خلق وقال للمؤمن محمود خلق جميل اول نرجع نتذكر معا شروط اسم المفعو اعمال اسم المفعول ركز ان اسم المفعول عندي نكر يبقى نكر اول حاجة لابد ان انظر للتنوين لازم ان يكون فيه تنوين يا شباب فيه تنوين يبقى عامل الشرط التاني ده اللي على حاله الاستقبال واول حاجة ده اللي على حاله الاستقبال لازم انكون منون طب سبقة بايه هتقول لي ده سبقة بمبتدأ يا استاذ اه جميل جدا سامح يقول لي السبقة بمبتدأ طب هنا عامل يا سامح طيب ماريام بكز معاها يا ماريام ماريام بتسأل على الاختوار التالت هنقول دلوقتي يا ماريام سواني سامح بيقول لي لو سمحت يا استاذي انا عايز اسأل السؤال ده دهاني يا شباب اكون معاك اهو طيب المؤمن محمود نقولنا عامله واحدة واحدة معاي خلقه طيب احنا قلنا اسم المفعول يعمل عمل في فعله في الفعل المضارع يعني لو هو مشتق عامل هيكون اللي بعده نائب فعل وهنا مشتق عامل يبقى اللي بعده نائب فعل طيب السؤال اللي بعده بمثال محمود هنا علي ضم واحد يجوز ان اسم المفعول اللي بعده لو علي ضم واحدة يا شباب هيكون مضاف اليه يبقى اللي اختار التالت تقولي ده مضاف اليه مميل جدا طيب الاختيار التالت بقى انا عندي نائب فعل وعنده مضاف اليه يبقى اكده اللي اختار التالت على حسب التلتيب هتقولي ده رقم ده التمييز يعني تمييز هو اسم ناك يزيل ابهام الاسم الذي قبل وخد بعض الالفاظ اللي بتأتي بعدها بيجي بعدها اسم بعض الالفاظ اللي بعدها بيتعارب تمييز يبقى هتقولي متبادل بدائل حتى لو انا مش عارب اعرب خلق انا هتعارب تمييز هقولي اللي بتبادل الاول نائب فاعل التاني مضاف اليه يبقى الترتيب الصح نائب الفاعل مضاف اليه الوحيدة اللي موجودة بهذه الصورة هي رقم ده لحد محتاج حاجة بديه يا شباب جميل جدا يا شباب اشكركم شكرا يا شباب شكرا على المتح والثناء اللي موجود معنا شكرا يا حبيب قلبي شكرا تسلموا جميعا والله طيب نركز مع بعض اتاني اللي محتاج اي سؤال او اي استفسار يسأل وانا متفاعل معاه ويجاوب ان شاء الله وممكن نوقف قليلا ونبدأ نستمع للاستجابات بتاعكم والاسئلة بتاعكم ونجاوب عليها وانا عايز حضراتكم كل جزئية وكل مثال نركز عليه شوية لو سمحت تمام المثال التاني يقول لي ايه بقى ميز الاجابة صحيح متبين البدل اعراب ما تحته خط على الترتيب نركزك على كلمة على الترتيب لو سمحت يعني الترتيب ده مهم او كان واجبا علينا مساعدة المحتاجين اللهم مين يقول لي ايه كان واجبا علينا مساعدة احنا قلنا ان كان اعرف الاول ناقصها ولا تم طيب ناقصها لو حزفتي كان اعمل كلا معايا حزفتي كان وقرأت الجملة وجدت جملة اسمية تبقى ناقص تاني اقول تاني اقول تاني لو ان حزفتي كان عاوز اعرف يا تمة ولا ناقصها تانية تدخل على الجملة الاسمية كان ناقص تدخل على الجملة الاسمية طيب كانت تمة تكتفي بفاعلة يعني حزفتي كان مش هلقى جملة اصلا مفيش جملة اساسة يبقى كان واجبا علينا مساعدة المحتاجين احزف كان اه هقول واجب علينا مساعدة المحتاجين طيب فين اسمي كان واجبا منونة وخبر كان بيكون منون هتقول لي فيه عملية تقديم وتاخير تاني فكان واجبا واجبا نكون خبر كان ومساعدة هتكون اسمي كان مؤخر تمام تمام انا قبل ما انظر للبدائل انا بتعامل مع السؤال بتعامل مع السؤال السؤال بيقول ايه كذا انا بقول كذا ميز الاجابة الصحيحة من بين البدائل ميز الاجابة صحية من بين البدائل نوع خبر كان، السؤال ده صعب شوية وعايز مننا كلنا كده مع بعض هدوء ونرتاح شوية ونفكر بعقل شوية مش عايزك تكون متسرع بالذات في السؤال ده وطبعا حاجة كده فهم كبير كده شوية سؤال تقيل شوية ما كان المؤمن بغافل عن صلاة السؤال ده الطلبة ممكن تنخدع به السؤال بيقولي ايه نوع خبر كان، فين كان كان وفيه عندي المؤمن بغافل لو وجدت كلمة كانة وقبلها نفسه او ليس ليس المؤمن بغافل ارجوك لو سمحت اكتب دي معايا انا حرف جر زائد يعني ايه حرف جر زائد يعني هي بتيجي للتوكيد بس يعني كانها مش موجودة معايا طب فين خبر كان يا استاذ خبر كان غافل بس احنا قلنا الباق معتبرش مش موجودة هتقولي ده خبر مفت حاجة كده معلومة للطلبة مرة التفكير العليا يعني الباق ده هنا ان انكر الاصوات لصوت الحميم طالب ممكن يقولي ما فيه عندي الباق حرف جر زائد طب انا ما درستهاش انا بقولك ده مرة التفكير زي ما انت خدت مثلا ان انكر الاصوات لصوت اللي مش حرف جر ده دمي التوكيد مع ان احنا بنقرب المسائل شوي ابيت شعر واكيد هيجي لك بيت شعر في الامتحان اكيد هيجي لك بيت شعر فين في الامتحان وعايزك هنا تبدأ تفكر معايا لو سمح يقوله الشعر اتاك الربيع اطلق يختال ضاحكا من الحسني حتى كاد ان يتكلم واحد يقول الاستاذ قايل من شوية الاستاذ قايل من شوية ان ان يتكلم واحنا قلنا ان اسمي كان بيكون ضمير او اسمه ظاهر اسمي كادة واخوتها طيب ما في اسمي كان مش موجود يا استاذ انا ركز معايا في المصطلح اللي انا بقوله كويس جدا انا قلت ايه قلت قد يكون اسمه ظاهر او مضمر ولكن دا اللي عليه بدليل يعني انا عارف لاني كانة هي كادة الشرط اللي انا بقول عليه ان خبرها لابد ان يكون جملة فعليها في علامة ضارع تقترم بأن لو تقترم بأن المهم ان خبرها جملة فعليها في علامة ضارع طيب اسمي كادة واحد طالب جميل جدا بيقول اسمي كادة انا عارف هو اتكلم عن ايه هو الربيع او الحسن جاء الربيع اطلق كادة الربيع أن يتكلم طيب من الحسن أن يتكلم الربيع يبقى أنا عارف اسمي كادة لهو متحدد لهو الربيع طيب لو اسمي كده متحدد يبقى إذن عندي كادة هنا هكون ناقصه يبقى أن أداة نصب يتكلم فعلا مضرع منصوب والجملة الفعلية في محل نصب خبر كادة نصب خبر بين يا شباب كاد طبعا ممكن تأتي كشف في المعجم طبيب على وزنه هنقول مثلا طبيب فعيل أنشليليات تبقى طبع بقى ممكن تأتي كشف في المعجم يا شباب في الامتحان عادي جدا لأنك تدرسها قبل كده ميز الإجابة الصحيحة من بين البداية لطبع صار المؤمن نتركز مع بعض بقى لسانه صادقه وصار المؤمن صادق اللسانه أولا كلمة المؤمن عندي اسم صارة في المثال الأول يلا معايا كله جاو المؤمن ماله لسانه صادق يعني هنقول لسانه صادق دي هاي؟ الشكل ده ها؟ تركيب جديد يعني ايه تركيب جديد يعني جملة ها اسمي يعني لسانه صادق صارة المؤمن ماله أحدد اسم صارة وخبر صارة عندي صارة الأول أبدأ أبص الاسم صارة وخبر صارة كلم اسم صارة؟ لسانه صادق يتنين مع بعض اسم صارة المؤمن لسانه صادق ده تركيب مع بعض هتقول لسانه فيها ضمير آه ولسانه صادق اللي تمر طبطن بعض نعم يبقى بداية جملة جديدة بداية جملة اسمية يعني دي مبتدأ ودي خبر طب صارة المؤمن صادق اللسانه صارة المؤمن اسم صارة صادقا خبر صارة بس خبر اسمي فعل عامل أحذفه أشتب عليه وقت بالفعل المضارع بتاعه يصدق هو من لي بيصدق؟ هتقول لي ده بيصدق اللسان يبقى يصدق يبقى المشتقي يعمل عمل فعله في المضارع هتقول لي يصدق اللسان يبقى اللسان هنا فاعل يبقى الإجابة الصحيحة هتقول لي مبتدأ وتقول لي فعل مثال آخر بفكرة تانية نوع الفعلي كان ملاحظين الأسئلة والتنوع الأسئلة للشباب وبنحاول بقدر ما نستطيع نحن نجمع أكبر قدر من الأفكار اللي ممكن نشوفها في الامتحان سؤال مهم قوي وفي نفس الوقت فكرة جديدة يعني مررت برجل كان قائم وكان الرجل قائماً وسرت حيثما كان الرجل مثال نحتاج تركيز نحتاج من حضرتك نتفكر شوي طعب واحد يقول المثال التاني يا أستاذ كان الرجل قائماً نسيب المثال الأول وأنا أشرحه تقول لي دي كان لو حزبتها تقول للرجل قائم يبقى اسمي كان خبر كان يبقى إذن دي ناقصه لأنني وجدت تركيب يعني وجدت جملة اسمي طب صرت حيثما كان الرجل اه لو أنا حزفت كان هنا أنا ما بقرأش من قبل كان أنا بقرأ بعد كان يعني بقول الرجل طب الرجل ما لون ما فيش معنى يبقى كان هنا تم تاني بقى كان في المثال التاني ناقصه المثال التالي تم طيب المثال الأول يميل قوي جداً الطالب بيقول لي المثال الأول أولا كان إذا جاءت بين شيئين متلازمين كانت زائدة يعني جاءت بالمتالة والخبر أقول الرجل كان قائماً أو بابين الصفة والموصوف يعني مررته برجل اسمه جرور دي الموصوف قائم كان قائم هنحزف كان هتقول لي مررته برجل قائم المعنى تم يبقى كان هنا هتكون ايه؟ هتكون زائدة مهم؟ جميل جداً 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 يبقى مررته برجل كان قائم طبعاً أنا مش عارف الزائدة من خلال البداية اللي أعطيك اتنين بديل ترتبهم كويس ناقصه تم ركز طبعاً أنا مش عارف الزائدة دي أصل أو قد أكون ما ترقتش على زهن بس الطالب اللي معنا في أول السنة إحنا درسناه وقلناه كمعلومة إثرائية جديدة كيفية التعامل مع فكر أنا بتعامل مع فكر أنا ما درستش حتى لو لو ممكن يجيلك في المتحدة إحنا قلنا حتى في النصوص إنه ممكن يجيلك كناية يعني ما تكونش البيت شعر فيه تشبيه ولا فيه استعارة بس إجاب لك تشبيه استعارة كناية ساجع فما فيش تشبيه ما فيش استعارة وأكيد اللون البياني مش ساجع فأكيد هتختار الكناية تركز لإن إحنا بنتكلم على مهارات تفكير بنتكلم عن طريقة فهم أو معلومة إزاي أتعامل مع السؤال يبقى الاختيار هيكون رقم جيد أعتقد إن أنا قدرت أجاوب على الناس اللي بتسأل لي السؤال إحنا مش عارفين كان إزاي إيه ده أنا مش مطلب منك إنك تعرفها أصلا كل المطلوب من حضرتك إنك تتعامل إزاي مع السؤال بشكل جديد خلاص سؤال جميل أعرب ما تحته خط العامل ممنوح أجره نركز كده مع بعض ونبدأ قبل ما نبص للبدائل العامل ممنوح قلنا الفعل أو المشتقي يعمل عمل فعلي المضارع ممنوح على وزن مفعول يعني اسم مفعول طيب ممنوح مفعول هاحذفه واكتب الفعل يمنح طيب ما هي يمنح دي من الفعل يجيب كده الفعل بتاعها الأصلي أو المبنى المعلوم منح منح دي بتفكرك بإيه؟ آه هتقول لي ده منح دي بتنصي مفعولين منح أو منع أو أعطى وكسى وألبس وهبة تبتنصي مفعولين طيب أصلاها إيه؟ ليس أصلاها المبترة أو الخبر طيب لو هي بتنصي مفعولين أرجع الجملة بقى الأصلاها لو سمحت أصلاها منح المدير العامل أجره فأكيد لو يمنح ومن اللي بيمنح من الوقع على المنح هتقول لي العامل يبقى إذن المشتق معموله هنا أو نائب الفعل مشتتر تقديره العامل اللي أنا حطتها قدامي يعني حركتها من خلف الكلمة ممنوح ووضعتها قدامي يبقى ببداية الجملة العامل ممنوح طيب يبقى أنا كده عند الجملة أصلاها منح منح العامل أجر العامل بقت في بداية الجملة فالجملة يسميه ومتره وخبر طب أجره بقى هنا هتقول لي أجره ده هنا لو قلت منح العامل أجره هتقول لي منح فعلا ما من ما قوله العامل نائب فعل كان أصلاها مفعول به والأجر مفعول به طيب أنا مخداعش بقى ما قلش أول ما شوف كلمة ممنح ممنوح اسمه مفعول بعدها يبقى نائب فعل لا ده هنا هتقول لي أجره مفعول به يعني أنا حتى حبيت أبسط لك الأمثلة عشان ما تنخدعش بكلمة ممنوح اللي بعده يبقى أنا يبقى لا ممنوح أجيب أصل بداية الجملة أبدأ أرجع جملة للتركيب على الأصل التركيب بيقول منح العامل أجره أو لو قلت منح منح الرجل أو منح الغني أو منح المدير أو منح صاحب الشركة العامل أجره يبقى من اللي منح المدير منح مين العامل منحه إيه الأجر طب خلتها مبد المجهول أو المنح العامل أجره طيب حركت أنا العامل من خلف ممنوح وخلتها مع المبتلع خلتها تبدأت الجملة يبقى ممنوح العامل هنا فين العامل ده مستتر المعمول هنا مستتر والأجر أكون مفعول به هنا سؤال بيقول حدد صورتين طبعا رغبوا التقدم يتخذون هنقول حرى وعسى لأن الاتنين يا شباب عندي فعل ناقص استوفى الشروط كيفية استوفى الشروط حرى وفي معايا أن وعسى وفيها أن وهنا مرفوعة مرفوعة وهنا هتكون الفعل عندي فيه طبعا مقترم بأن وجوبا وهنا يكثر اخترانه بأن وهنا هيكون فعل مدرع منصوب بحسف الدول هنا منصوب بحسف الدول موجود ده نمط جديد من شكل الأسئلة ممكن يقول لك اختار اختيارين ولكن أنت عندك مطالب باختيار واحد ولكن برضو احنا بنقول نمط من أنماط الاختيار يعني ممكن يجيلك وقولك اختاري اثنين من البداية يبقى أنت برضو بتركز على السؤال تركز على إيه؟ السؤال أنا بقيت بس حبيت أعرفك ووريك شكل السؤال ميز الإجابة تظهر النتائج قرب اختفاء جائحة كورونا قرب يبقى إذاً أنا مدور على قرب يعني إيه قرب؟ أفعال مقربة إيه أفعال المقربة؟ كادة؟ قربة أو شكل؟ يبقى عندي أفعال المقربة الأول أبص على أفعال المقربة عزيز الطالب بص معايا ركز ركز لصبت السؤال بقولك قرب يبقى أدور على يبقى طافقة ده أحزفها خلاص واخلق ولقى أحزفها وكمان بدأ لأن الإجابة عندي سهلة وبسيطة ايه؟ يبقى على طول هتقولي أوشك يبقى ده فهم بسيط سؤال بسيط جداً مش محتاج أي نوع من أنواع الايه؟ هتلاقي أسئلة النحو برضو لازم أن تكون عارف الموضوع ده أسئلة النحو فيها أسئلة سهلة وبسيطة يعني أنا عايزك تكون داخل امتحان النحو انت ضامن درجة نهاية في النحو النحو ده دركته مضمونة سهلة جداً تضمنها لو تبعتنا وشفت الفيديوهات بتاعتنا ودخلت على منصة البث المباشر على اليوتيوب وبداية التابع الحلقات احنا أعتقد بشكل كبير جداً والحمد الله وفضل الله استوفينا كل أنواع الأفكار وتصير تغطي الأسئلة وبشكل متدرج ومختلف تناسب كل الطلاب وتتطفق مع نواتج التعلم هومي جداً أصير كلمة نواتج التعلم دم قوي ومعايير التقويم الجديد أنا لازم أكون بتعامل وفق لإطار محدد تمام يا شباب؟ أنا بتعامل وفق نواتج التعلم الموجودة في الكتاب ويطلب مني احنا كنا نقول لها كل درس كنا نقول لنواتج التعلم كذب لذلك أنا بتعامل مع الأسئلة وفق لهذه النواتج حدد الإعراب الصحيح لما تحته خط على الترتيب المصريين المصريون رأيتهم مرفوعة والمصريون مرفوعة رأيتهم المصريون مبتدأ لما لاقي عندي جملة اسمية أحدد المبتدأ والخبر المصريون ما لهم رأيتهم مرفوعة يبقى التركيب كله جاوب يالله نسمع صوت يالله محمد نبيل الناس من كفر الشيخ البحيرة اسكندرية ناس من القيارة ما شاء الله وستة اكتوبر طلبة بيتجاوب معي ما شاء الله ودميات جميل جدا 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 جاوب يا شباب استنيكم طيب ليش يا ناسف طبعا إحنا لأنه عندنا وقت كويس طبعا طلبة تسألني اللي بتقولي اسمي لو سمحت يا أستاذ واللي بيتجاوب معنا أنا عارف اللي فيه جوابك إجابات كتير ان شاء الله ولكن احنا بنحاول بقدر ما نستطيع ان احنا في الوقت اللي معنا ده المخصص ده ان احنا نبدأ يا شباب نبدأ نتعامل مع الأسئلة ما عليش ناسف جدا وأكيد كلكم ما شاء الله فوق المتزين طيب المصريون راياتهم مرفوعة والمصريون مرفوعة راياتهم تبقى أول حاجة أحدد الموقع العرب المصريون راياتهم مرفوعة راياتهم مرفوعة مبتدأ تاني ومرفوعة خبر ممتدأ تاني طيب طيب المصريون مرفوعة يبقى المصريون مبتدأ ومرفوعة خبر بس مرفوعة على وزن مفعولة أحسنتم جميل جدا طيب مرفوعة اسم مفعول ايه اللي وقع عليه بقى الرفع ترفع ايه اللي بترفع الرايات يبقى اللي بعدها يكون نائب فاعل يبقى الاختيار رقم دال السؤال دم هم هوي العمل العظيم معروف وسكت حدد الإجابة الصحيحة معروف على وزن مفعول عامل وليس بعامل عامل طب مفيش ضمتين يا أستاذ لو مفيش ضمتين اعتبر الموجود التانوين موجود تاني انا بقولك اهو لو مفيش التانوين اعتبره موجود وحاجة اللي ممكن تكون مرفوعه انا بقولك حزيز الطالب مفيش تانوين في حالة الرفع حالة الجر اعتبره موجود يبقى طيب عاملة او عاملة استوفت الشروط استوفت الشروط عشان قولها تاني بقى خلاص احنا قلناه قلنا الشروط عندي هتكون ناكرة منونة طلع الحلول والاستقبال سبقت بكذا طيب طب هزا هتقول لي معروفة دي ما اسم مفعول عامل جميل قوي يبقى اللي بعدها يكون نائب فاعل اذا لم يكن من الافعال المتعدية المفعولين ركز احنا قولنا ايه ماكنش فعل متعد المفعولين طيب لو كانش فعل متعد المفعولين هيبقى اللي بعده نائب فعل ونائب الفعل بيكون ماله جميل كله بيتكلم معي هيكون مرفوع طيب لو كان مرفوع هتبقى فاعله فاعله السؤال ده جميل وقلنا المشتق يعمل عامل فعل المبن المبن المعلوم او مبن نقول فعل المضارح يعمل عامل الفعل الايه؟ المضارح هو مجتهد طلبا للتفوق وهو محبوب حبا هو مجتهد طلبا مجتهد طلبا هجيب الفعل المضارع يجتهد يعني هحسب دي هجيب الفعل المضارع يجتهد طالب يقولي ده لو مجتهد اللي بعده نحافظ هلكون بعده فعل او مفعول لان اسمي فاعل هقولك انا قلت من الاول في بداية السنة قلتلك يعمل عمل الفعل المضارع المبني للمعلوم يعني هحزف المشتق وهضع فوق هنا دكتور حسام كان كلمنا قبل كده عن اسم الفعل دكتور حسام ذكر بالنص قال لك الذي يجتهد المسأل ده موجود دكتور حسام ذكره دكتور حسام البدري قال الذي يجتهد طلب اللي امتابعا طبعا طلب اللي امتابع الحليات فالذي يجتهد وبأكد عليه تاني لان انا عايزة تكون فاهم تكونش حافظ حافظ غير مطلوب تماما في المرحلة الثانوية اللي انت بتتعامل بها مفيش حاجة اسمها حافظ اه انا بحفظ القاعدة بحفظ بعض بحفظ النص بتاع القاعدة جميل لان انا بكون حافظ بحفظ الافعال المقاربة والرجاء والشرع والاسم الفعل والصياغ وكل ده لكن بتعامل بالفاهم وليس بالحافظ انا بتعامل بايه؟ بالفاهم يبقى مجتهد يجتهد طلبا هو بيجتهد ليه؟ كأنها جملة فعالية بقى عادي بقى هتقولي الفعل طلبا هتقولي ده مفعول لأجلي طب محبوب حبا اه يحبه او يحبه حبا ها ده لفظ مشتق من لفظ الفعل اسم مشتق من لفظ الفعل هتقولي ده مفعول مطلق يبقى تطلب مش عايزك تحفظ ما فيش حاجة اسمها حافظ المثال ده بيحطم كل اللي بيحفظ وبياخد الموضوع كأنه حافظ السؤال العشرين يقولي ميز نوع الفعل أو شك والفعل من حيث تمام النقصان أرى الصبر أو شك أن ينفدى وأو شكت في القرب أن أبعدها أو شك أن ينفدى لا يا أو شك عني هنتعابل بقى اسمها واضح ومعروف ولا اسمها مش محدد مبهم هتقولي لا اسم أو شك اللي هو الصبر أو شك إيه اللي أو شك الصبر ده تحدد يا أستاذ ومعروف حتى لو كان ضمر مستتر وان اختلف النحا في ذلك يعني طبيب أنا متعدد وأو شك تو الضمير أهو تو أنا بإسم أو شك في القرب جر المجر أن أبعدها هتقولي أن أبعدها دي هي خبر أو شك أنت كده ببساطة جديدة جدا هتقولي كلا هما ناقصان كلا هما ايه ناقصان المثال التالي ميز اللي جابة صحيح من قول شار وعثى الذي أهدى ليوسفا أهله وأعزه في السجن وهو غريب أن يستجيب لنا فيجمع شملنا فالله رب العالمين قريب الله يمل جدا هنا بيقولي الفعل عسل هل الفعل عسل تام ولا ناقصه طيب نبص على اسم عسل وخبر عسل أول كين اسم عسل؟ ده اسم وصول يا حبيبي ما هي اسم وصول عادي هتعمل عمل مين؟ عمل كان وكان أقولنا اسمه ظاهر سواء اسم ظاهر اسم إشارة اسم ظاهر اسم صريح اسم ظاهر يكون عندي ضمير يكون عندي اسم موصول ما كله ده اسم ظاهر هيكون ده كله ده اسم فعل ناقص يبقى اللازل لو شفتها يبقى تقول للذي يبقى اسم عسل عادي جدا مش مشكلة خالص المهم عندي فين خبر عسل لا ما قولش أهد ليه؟ لأن الذي جملة صلة الموصول لها محلم العرب ركز معا في حتة دي أوي 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 جميل جدا جملة صلة الموصول والعطف على جملة صلة الموصول كل دي جملة لها محلم العرب أكدها مش موجودة مش موجودة؟ أه مش موجودة يعني الجملة دي كلها اعتبرها محزوف ومال فين اللي يتمم اسم عسل فالخبر بيتمم معنى زي ما قول الذي يكتب الدرس مهذب أو الذي يكتب الدرس مقتهد الذي يكتب يكتب دي مش موجود اعتبرها مش موجود مقتهد دي هي الخبر أقولها ثاني الذي يكتب الدرس مقتهد الذي يكتب يكتب دي اعتبرها مش موجودة خالص خالص تماما يبقى فين اسم عسى الذي فين خبر عسى أن يستجيبها أعتقد كده وضحك يا شباب لو في حاجة أكلم بعت لي قولي أقولها ثاني يا أستاذ أقولها ثاني ونذكرها ثاني وثالث ورابع أنا معاك أهم حاجة عندي تكون أنت عفاة طيب بعض الطلبة بتقولي مش فاهمين الحتة دي ثاني نقولها ثاني اسم الموصول يا جماعة جملة صلة الموصولة اجتماعية لها محلة من الأعراض يعني جملة ليس لها موقع من الأعراض يعني كانها مش موجودة عندي خالص طيب اللازي اسم عسى فين خبر عسى ما فيه بعدها فعل ما هو اسم اللازي يا شباب بيبقى بعده فعل عادي مش مشكلة خالص بس جملة لمحلة من الأعراض أن يستجيدي هي الخبر لأنها جملة فعلية بقى لجابها لكل اللي جابها رقم تماما يا شباب ميز ما يلي ولو سئل الناس الترابة لأوشكوا إذا قيل هاتوا أن يميلوا ويمنعوا أن يملوا ويمنع يعني ايه الكلام دا أوشك ناسخ ولا مش ناسخ ناسخ طيب فين اسم الضمير الطاصر طيب فين الخبر آه أنا هي الفعل المضارع يبقى إذا قال لي فين اسم الفعل؟ اسم الناسخ؟ الفعل الناسخ هتقول لي واو الجماعة هتكون دي الإجابة لإيه؟ السؤال سؤال سياغته جوت ورد قبل كده في ابتحان ثالثة سنوي والسياغة هنا مختلفة شوية لأنه عمل لغط كبير عند بعض الطلبة وكذلك أنه الشكل جديد جداً في السؤال بقول لعلا أبنائنا بيانينا مستقبلهم بيين السياغة سياغة أن وضع أصبح مكان لعلا طبعاً لا يبص السؤال يقول لك لعلا دي اسم هيكون منصوب وخبر هيكون مرفوع وما يكونش هنا على نبي راوة يكون على السطرة تقول لعلا أبنائنا هل اللي وضع سياغة السؤال ده خطأ؟ لا مش خطأ هو قال لك تبين السياغة يعني معناها قاعد سياغة السؤال مرة تانية ده تركيب ده تركيب عميق شوية وإن كنت أرى أن أنا مش محتاج أصلاً أنظر إلى رأس السؤال أنا على طول أنظر للبداء أصبح فعل ناسخ ماقص طيب اسم أصبح هيكون مرفوح خبر أصبح هيكون منصوب هتقول لي لعلا هنحزف لعلا نقول أصبح هنقول أصبح أبنائنا بانينة أصبح أبنائنا إيه؟ بانين مستقبل تمام؟ حتى لو وجدت السيغة السؤال أنا بتتعامل مع السيغة السؤال وكذلك بتتعامل على الأنمات الجديدة آخر سؤال معنا حدد الموقع العربي اللي بتاعته خطف البيت التالي آخر سؤال يا شباب عصى الكربو الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب عاسم طيب الكرب واحد يقول لي ده الكربو هنا هتقول لي الكربو بفعلك لا هنا اسمه ليست بفعل طيب اسم عاسم طيب الذي أمسيت فيه يكون فين خبر عاسم؟ يكون خبر جملة فعالية يبقى تقول لي الإجابة اسم عاسم مرفوع على مترافع لايه؟ أرجو من كل أبناء الطلاب أن يكونهم النهاردة كانت تحاصل صوافية بالنسبة لهم وأجبنا على الكثير من الأسئلة اللي ابتدت لنا في خلال الحصص اللي احنا كنا من المثاعل بس المباشر وليكون في الفائدة إن شاء الله